الدار بودكاست لا يمكن أن ننكر أن المشروع الملكي لدعم السكنة يعد في الوقت الحالي أحد ثورات الاجتماعية الكبرى التي شهدتها بلادنا منذ الاستقلال لقد شكل برنامج مدن بدون صفيح برنامج فوركيم لدعم السكن في لحظات من اللحظات ورشين كبيرين ومؤثرين في المجال الاجتماعي لكن الوثيرة التي يسير بها المشروع الجديد لدعم السكن تؤكد أننا انتقلنا في ذل الحكومة الحالية إلى برحلة مميزة تماما عن سابقتها قد يتوهم بعض المثابعين لشال الحكومية أن هذا التحول الجوهري في سياسة السكنة والثعمير يرتكز فقط على هذا الورش الخاص بتقديم دعم للسكن الاقتصادي والمتوسط لكن البيانات التي أوردها رئيس الحكومة تؤكد أن هناك مقاربة شاملة ومتعددة لأبعاد تبدأ بتسهيل مساطير الثعمير وتمر بتسريع وثيرة إعادة أعمار المتدررين من الزلزال وتصل إلى إنهاء ورش مدن بدون صفيح وتقدم الحصيلة الخاصة بمشروع دعم السكن يكفي أن توقف عند رقم واحد أعلنه رئيس الحكومة ممجلس النواب فإلى غاية الخامس عشر يوليوز الفين واربعة وعشرين بلغ عادة الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم مجموعه أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة طلب استفادة كما استفاد إلى غاية نفس الثاليخ أزيد من سبعة عشر ألفا مستفيد أربعة واربعون في المئة منهم نساء واثنين وعشرون فيهم مغاربة مقيمين بالخارج لذاعي للتذكير هنا بتفاصيل الشروط والدعم المخصص الذي يصل إلى مليارات الذلاهم لكن من المفيد التوقف عند فكرة المقاربة الشمولية التي تسهل هذه العملية فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تسهل على المستفيدين عملية الحصول على الدعم والقيام بالإجراءات الخاصة بالتشجيل والثحفيز والاستفادة من خدمة الثوثيق تونب حاجة إلى الدخول في مسترة بيروقراطية طويلة قد تتطلب أسابيع أو شهور هناك إذن وعي حكومي كبير بأن الهدف من البرامج السكانية يجب أن يتجاوز الغاية الأولوية والأساسية المتعلقة بالإسكان وإعادة الإيواء ويصل إلى مرحلة أكثر تقدما ترتكز على تسهيل الروثين الإداري والتخلي عن العلاقين التقليدية وتعزيز المواثيق والمستقية ومن المؤكد أن هذا البرنامج الملكي لدعم السكنة سيحرق الكثير من المراحل ويساعد على انتقال قريبا لمساوات أخرى من التخطيط في مجالات الإسكان والتعمير هل يمكن إذن أن نعتبر قطاع السكنة والتعمير أحد نقاط القوة التي تميز وداء الحكومة الحالية؟ إذا ثنونا الموضوع من زاوية التفعيل والإنجاز فمن المؤكد أن الجواب سيكون بالإيجاب هناك ثقدم كبير على مستور القامل وحققه وإذا تطرقنا إلى هذا السؤال من زاوية الشمولية فمن المؤكد أن سياسة التعمير والسكنة التي بلورتها الحكومة الحالية تعد الأكثر شمولا والثقائية منذ الاستقلال الدليل على ذلك أن كلمة رئيس الحكومة تطرقت لكافة أبعاد هذه السياسة بدءا بالحوار الوطني للثعمير والإسكان وإعالة تصور المبتكر للقطاع مرورا بسياسة المدينة وسثمين ورد الاعتبار للمدن العثيقة وانتهاءا بالعرض الثرابي الموجه للسثمار والبعد التشريعي والتنظيمي لقد كانت سياسة الثعمير والسكنة في الحكومات السابقة تتعرض إلى انتقادات شديدة بسبب عدجها عن إدماج كل القطاعات الحكومية الأخرى والاحتياجات المختلفة في استراتيجيتها ومخططاتها لكن السياسة التعميرية التي تفاعلها الحكومة الحالية تظهر هذه القدرة على الاستشراف وتعبئة كل الفاعلين والمسؤولين وإشراك كل القطاعات سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو الإدارات العمومية أو المجتمع المدني أو المسؤولين الثرابيين من أجل العمل على تنزيل التوجيهات الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك محمد الثالث في خطابات ورسائل عديدة وإذا اكتفينا بالتركيز على هذا البعد المندمج لسياسة التعمير والسكنة في حكومة عزيزة خنوس فمن المؤكد أن الرد الاعتبار لأداء هذه الحكومة يعد نتيجة منطقية سواء بالنظر إلى الأرقام أو المضامين ولعل الحصيلة الخثامية التي ستسجلها هذه الحكومة في مجال إدارة قطاع السكنة والثعبية ستجعلها جديرة دون مبالغة بوصف الحكومة الاجتماعية الدار پودكاست